من فترة كده كان في حدثة مرعبة في مستشفى في مصر زابط طيار جايب مراته وأخته وأمه أريبه اللي يتشدد له دخل وضربه التمريد هناك بالكرباج الحقيقة الحمد لله الزابط دخل براءة تعالوا نشوف الخبر كده من شبكة رزد لما قالوا هناك أنه هيتحاكم عسكريا وما فيش محاكمة مدنية وما حدش هيقرب له براءة النقيب طيار المتهم بالاعتداء على طاقم مستشفى وسنة يحيى العدل الحمد لله ظهر الحق الراجل راح ضربوا التمريد بالكرباج وأجهدوا واحدة وجابوا لها نزيف وبهدلوها لكن الحمد لله المحامي أحمد حمد قال إنه تم تبريئته من القضاء العسكري من التهم المسند إليه بتعديه على تمريد مستشفى وسنة وذلك عقب التحقيق معه فيما هو منصوب إليه من التهمات تعالوا نشوف كده صفحة المحامي أحمد حمد قال إيه في البوست المكتوب ألف مليون مبروك للنقيب طيار مصطفى السد العالي البراءة في واقعة مستشفى قوسنا من كل ما نسب إليه الحمد لله يا سيادة المحامي أنا مبسوط والفريل إعداد مبسوط ومصر كلها فرحانة الحمد لله ما فيه الزابط هيتحاكم إحنا كنا شكين والله إحنا خفنا إحنا حطينا قدين على قلبنا قلنا معقول ده سيسي مأكد لي إن الزابط يضرب رصاصة ولا أمبلة غاز حد يتعور ولا يموت الزابط يتحاكم ما فيش الكلام ده وبعدين لقينا بتقولوا محاكمة وخضاء عسكري قلنا يا نهر سود طب السيسي دلوقتي كلمته تنزل الأرض حانفي لا حانفي كلمته ما تنزلش الأرض أبدا والحمد لله ما نزلتش خد براءة ما عندنا الزابط بيتحاكم يا جماعة وخاصة لو ضاب الجيش ضرب بقى التمريد داس عليه بالجزمة ضربه بالكرباج مش مشكلة بس ما عندنا الزابط يتحاكم انسوا ما فيش سيسي قال الكلام ده خلص خلاص قاله امتى من 2014 فالقصة واضحة الزابط كان متوقع إنه هيطلع براءة لكن تعالوا نشوف محامي ساعة الزابط حال الزابط وهو بيتكلم وبيوجه رسالة لرأي العام قال لي نتابع ابتحان منزل الزابط أكثر من خمس مرات شرطة المدنية عن طريق وزارة الدفلية هل ينفع؟ هل ينفع بدون تواجد الشرطة العسكرية أو النيابة العسكرية؟ ده بيت الزابط بقى ملتشة في البلد كل شوية الشرطة تخش بالليد كل يوم كل يوم يخش يفتشوا بيت الزابط طيب لما والد الزابط كلم إدارة المخابرات إيه الإجراء اللي تم؟ لا الشرطة تاني مرة وثلت مرة ورابع مرة تخش بيت الزابط ممكن يحصل مع أي زابط في الجيش أي زابط في الجيش ممكن يتلفق له وقع زي دي وبطلب من كل راجل محترق أنتم شعارفين الوضع إيه؟ لما يبقى راجل زابط محترم وبقول زابط جيش محترم وإحنا عارفين زبات الجيش متربين إزاي؟ لا بنشوف ش منهم اللي بنشوفه كل شوية من غيرهم وأمه تندرب وأخته تندرب ومراته كنام تجهد لا وإيه؟ عشان تم تصويره وبيدفع نمه الحتة الديئة الأخيرة رأي العام هيقلب عليه؟ من غير ما نشوف الحقيقة إيه؟ رأي العام هيقلب عليه؟ الحمد لله يا سياد المحامي رأي العام تقلب عليه بس رأي العام رأيه كله راح في الزبالة الحقيقة قضاء العسكري حط الرأي العام كله برأيه في الزبالة وطلع الزابط براءة وما فيش أي حاجة حصلت طيب ايه الجريمة اللي الزابط دار تكبها؟ ما تيجوا نفتكر كده الرأي العام اللي رأيه يتحط في الزبالة بحكم القضاء العسكري اللي طلع الزابط طيار براءة كان زعلان ليه؟ احنا كنا متضايقين ليه من شهر تقريبا؟ تعالوا نفتكر مع بعض احسنتين؟ اعمل بالمسرعة اعمل بالمسرعة اعمل بالمسرعة اعمل بالمسرعة طبعا؟ ولكن امكانياتي التالة وانما واختي اتطرقهم وانجبلك اداتنا وقلبنا الدنيا حصل انتو قلت ممكن ان ترواح كلنا الناس عادي كنتم لو كنت اعمل مهضة بالمسر طيب يبقى ده كان الكلام بتاعي بتاع مدير المستشفى لما قالوهم انا مش هعرف اعمل حاجة ومش هعرف اساعدكو لو الازمة راحت النيابة مرحتش النيابة دكتور دي راحة القضايا العسكري بس القضايا العسكري طلعوا براءة طلقش فيش ايه حاجة حصلت حق التمريد راحة 60 ده يا الحمد لله تعالوا نشوف كده وزير الصحة الجامد جدا بتاعنا الرجل المدني العظيم اللي بيدافع عن حقوق الفريق الطبي قال ايه في وقت حدوث هذا الاعتداء طلعونا الخبر كده جماع وزير الصحة من مستشفى قوسنا بعد الواقعة مفيش حد فوق القانون طبعا دي صور الاعتداء ماشي دي صور لضرب بالكرباج لكن طلعولي بقى الخبر اللي بعده لو سمحتو خبر الوزير ايوه من صدى البلد اهو من مستشفى قوسنا المركزي وزير الصحة خلي بقى لك من السطر اللي جايدة لانه سطر قوي جدا خلي جسمك يا اشعر مفيش حد فوق القانون الا الضابط بتاع الجيش وثلاثة اربعة كمان القضاء العسكري فوق القانون يا سادت الوزير الضابط الطيار فوق القانون يا سادت الوزير الضابط الطيار اللي ضرب التمريب بتاعك بالكرباج هو وعلته طلعوا فوق القانون يا سادت الوزير راحوا للقضاء العسكري وبرقهم يا سادت الوزير نعمل احنا ايه دلوقتي ها؟ ننصرف ازاي يا دكتور خالد نروح لمين؟ نشتكل مين طيب؟ نصدقك ازاي بعد كده دكتور؟ اهو اهو التمريد ما خدش حقه اتضربوا بالكورباج وحضرتك الوزير واطلعت فتحت سدرك وقلت ما فيش حد فوق القانون راح الزابط للقضايا العسكري قال له انت ايه اللي جابك يا ابني قال له ضربت تمريد بالكورباج قال له طب ما تضربهم قال له ازاي باشا ده الرأي العام مقلوب قال له ما يتقلب قال له طبعا نعمل ايه براءة حبيبي روح الوحدة بتاعتك واشتغل ايه الكلام الفارغ ده انت جاي هنا انحسبك عشان مدني ضربتوا بالكورباج ما تضرب بالكورباج طب بس ده وزير الصحة قال له مش حد فوق قانون احنا فوق قانون يا ابني روح الوحدة بتاعتك يلا روح اركب طيارتك وطير بص على الناس من فوق اللي انت ضربتهم بالكورباج دول وببسط وعيش حياتك ده النظام بتاع عبد الفتاح السيسي ده البلد اللي احنا عايشنا خلينا ننقل المشهد ده قبل ما نتكلم على موضوع التأمين الصحي الشامل لضيفي عبر اسكاب من لندن دوتر مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة الاسبق اهلا بيك دكتور دكتور مصطفى اهلا بيك ايو انا سمع كويس اهلا وسهلا طيب الحقيقة هل كان متوقع لحضرتك ان الزابط الطيار هيروح القضاء العسكري ياخد براءة في حدسة مستشفى أوسنة هو الحقيقة ان الزابط وعيلته كلهم راحهم القضاء العسكري بناء على قرار من القائد اللعبة القوات المسلحة المشير السيسي من حوالي سنة تقريبا قال ان اي زابط في القوات المسلحة هو او اي حد فرض من عيلته يتحكم امام القضاء العسكري وانه مش اي علاقة بالقضاء المدني فالعضية من اول يوم كانت بتنفس تعليمات رئيسة الجمهورية بانهم يروح القضاء العسكري فبالتالي الزابط وعيلته اتضربوا الكرباج ودأسهم الممرضات بالبالجزم زي الممرضة قالت تحولوا جميع القضاء العسكري فلما يطلعهم كلهم براءة هذا امر غير مستغرب لان البلد فيها حاليا عسكر ومدني هي دي العضية كلها وان كان ده السبب الاساسي في ان الاطباء بيهربوا من مصر لانهم بيتضربهم بيتهانوا داخل المستشفيات بدون اي حماية من الحكومة بل بالعكس بيطلع المجرم اللي ضربوا الكرباج يطلع غراء في الاخر لانه عسكري حسب تعليمات المشير القائد اللي على القوات المسلحة طب فين تعليمات الوزير يعني دكتور خالد عبد الغفار الحقيقة اليوم الحادثة كانت تصريحته قوية جدا وقال ما فيش حد فوق القانون والناس كلها فهمت انه تحدي يعني من وزير الصحة للظابط اللي في قوات المسلحة الحقيقة يومها وزير الصحة لما نزل المستشفى قوسنا كان واضح جدا أنه ننازل لاستيعاب الموقف والترضيط الممرضات يعني وحد من ضمن الكلام اللي قاله الدكتور خالد عبد الغفار وقتها قال انه يدواصل مع وزير الدفاع لبحث الأمر يومها انا كتبت على صفحة الفيس وعلى تويتر وزير الصحة المدني لن يجرؤ على مخاطبة وزير الدفاع العسكري وده أمر واقع مع الأسف بنعاني منه تحت حكم العسكري المستبد في أي دولة عسكرية وزي نظام مصر حاليا طيب دلوقتي التمريد المفهوض يعمل ايه؟ يعني التمريد اللي اتضرب بالكرباك ده حق وضاعه مدير المستشفى قال له لو رحت النيابة منيش دعوا بيك وكيلة الوزارة جاءت قالت لهم يا بنات لا خلاص عايزين نلم الموضوع وزير الصحة قال ما فيش حد فوق القانون وحسوا انه ممكن ها فيه أمل وبعدين النهاردة ما فيش أمل ولا فيه أي حاجة ولا فيه حدد حاسب فحق التمريد مين هيجيبه؟ التمريد هينضمهم إلى عشرات الآلاف من المصريين اللي حقهم ضايع من أول لحظة اللي عندهم ناس ماتهم شهداء أو مطردين أو مزدونين أو مهضم حقهم أو بيوهنهم زي بالضبط مسيحين أسيسي في 2014 بيقول لو ضابط ضرب حد بعينه ما فيش محاكمة ما فيش أي شي خلاص هيبطلهم مكلومين يفتوم غزهم يصرخهم في السر إلى أن تحيان لو حسدوا خلاص وربنا نجعل أقريبا بإذن الله طيب بعيدا عن وسن الحقيقة في موضوع تاني مهم جدا موقع الجزيرة نيت دكتور بينشر تقرير بعنوان وفقا الاستبيان نقابي لماذا لا يفضل أطباء مصر التأمين الصحي نقابة الأطباء بتعمل استبيان الحقيقة عن أراء الدكاترة لمشروع التأمين الصحي الشامل اللي أعلن من خمس سنين تقريبا والأرقام الحقيقة فيها حاجات يعني مفاجئة لجنة الإعلام في النقابة بتقول أن 80% من الدكاترة بيفضلوا عدم الاستمرار في هيئة الرعاية الصحية 83% منهم اشتكوا من تأصير الرعاية الصحية والاجتماعية 82% اشتكوا من سوق تعامل القيادات ويعني بيقولوا أنه موضوع التأمين الصحي الحقيقة في مشاكل كتير متعلقة بالفلوس متعلقة بالمعاملة نفسها للدكاترة كان لك مقال في عرب 21 تقريبا بعد هذا الخبر على طول بعنوان التأمين الصحي الشامل وفشل جديد للنظام السيسي قبل ما ناقش المقال مع حضرتك خلينا نسألك بداية عن الاستبيان النقابي والأرقام اللي وردت فيه إزاي قرأتها الحقيقة هنا لازم منهم بشكر لأن قتل أطباء ولكن في الإعلام أنها قامت بدورها المهني النقابي في تقص أحوال أطباء في محافظات آلو أنها تكون متميزة في ظل التأمين الصحي الجديد والحقيقة أنها النقابة طرحت هذا الاستبيان في شهر نوفمبر يعني من شهرين وهذا مفتوح لعمل الأطباء خاصة في المحافظات اللي قالوا من انتهى فيها زي الأقصر وبرصعيد وقالوا أيضا باقي المحافظات اللي حاليا يسمونها حافظات تجريبية زي الإسماعيل مثلا أو أسوان وتم نشر هذا الاستبيان على ننع صفحات النقابة طبعا بدأت الناس تشارك وكان فيه ضمان لسرية البيانات عشان طبعا الناس كلها بتخاف من القبضة الأمنية ومن هذا الأمل كانت فيها حالة التطمينات من النقابة فالحالة لما يطلع عندنا الاستبيان في تلك الطريقة وكان أغلب اللي شاركوا فيه من محافظة طلوس وتحديدا لما يطلع عندنا الوزير الصحة كان أعلن من عدة أشهر أننا التأمين الصحي هنحل فيه مشتورة الأجور هيبقى راتب الطبيب يوصل إن كان من 20 إلى 22 ألف جنيه في الشهر يعني حوالي مثلا 800 ألف درار مثلا هو بيأخذ حاليا 3000 إلى 5000 في جنيه فلما يزيد خمس أضعاف أو أربع أضعاف دي ميزة لما نلاقي أن الأطباء في الأصل بيشتكم من تأخير المستعقات المالية يعني ما بيأخذوش فلوس لما نلاقي أنهم بيشكوا من سوء الرعاية الصحية وطول ساعات العمل والإجهاد الشديد لأنهم أيضا بيشتكم من التعذف الإداري وسوء المعاملة الإدارية طبعا هذا أمر في منطقة الغرابة معنا كده أنه لم يتم أي تحسن في حوال الأطباء لما نقول أنه عندنا كان فيه أمل أو بارقة أمل في تأمين الصحي الجديد في بورصعيد والأسر وندي أمل لباقي أطباء الجمهورية أنه هيجع عليك الضور بعد كم سنة بعد 30 أو 40 سنة تقوى فيه ويسين زي دول لأن أيضا الأطباء ما زالوا بيشتكم يبقى معنى هذا أن التأمين الصحي فشلة في تحقيق الرضاء الوظيفي وده اللي قاله جالية النقابة يعني كان تعليق النقاب يتقول لما محفظة زي دول سوروي تعتبر متميزة حالية الأطباء يشتكوا من عدم وجود رضاء وظيفي في العمل يعتبر مؤشر خطورة بالنسبة للتأمين الصحي تحديدا بالنسبة لعمل الأطباء بصورة عامة طيب يعني في مقالك في عربي 21 ذكرت عدد من النقاط يعني كان العنوان الفرعي في المقال مشروع التأمين الصحي الجديد اتجه إلى الربحية بالمخالفة للقانون ما هي التفاصيل هو الحقيقة أن قانون التأمين الصحي الشامل اللي هو القانون رقم 2 لـ 2018 بينص الحقيقة من النحية أنه بيقول أنه مشروع تكافلي تكافلي خدم إلى يسع إلى الربحية بمعنى أنه أن المشترك بيثبع اشتراك إلوه والأسلوت بالكامل طول عمره وقالوا في الأول أنه إلزامي لكنه حاليا بيقى اختياري مش إلزامي المهم أنه بيجمع الاشتراكات من المواطنين ونفروض أنه بعد كده بيديهم الخدمة بالمكان لما قالوا أيامها أنه نحن هنبدأ ناخد كمان من اللي يتعرف ما يسمى بالحاجات اللي أوقت المساهمات في الأدوية وفي الكشف وفي الأشعة وفي الإقامة بس أصبح التأمين الصحي بيجني فلوس من المواطنين لما يطلع وزير المالية يقول حقا في المطالقة الرابعة يقول احنا عندنا إرادات 72.5 مليار جنيه صرف منهم 3.5 على المرضى بقى عنده رصيد بيسموها وفرات 67 مليار جنيه وفرات من الـ 2018 طب يعني خد مننا خد 72 مليار إرادات إرادات يعني تحصيل يعني 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 يستثمي يعني 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 يعتبر اقتصادي وفي نفس الوقت اللي صرف 3.5 مليار عنده وفرات 67 وقال إنه عمل استثمارات 15 مليار يعني يعني باقتصادي بالإضافة إنه عنده كمان 70 مليار في صندوق الصحي كان ما قال شي عليهم يبقى بالتالي أصبح عندنا التأمين الصحي انتقل من إنه ربحي إنه خدمي غير ربحي إلى مشروع ربحي اقتصادي ونفس الكلام ده اللي قاله الدكتور السبت عبل كده نبدأ داخل السياحة الإلاجية هداخل الإلاج الفندقي في التأمين الصحي عمل ما يسمى شركة رعاية مصر شركة قطاع أعمال اللي تستثمر بالأموال مناسبة لدكتور السبكي يعني تقرير الجزيرة هنا بينقل عنه هو طبعا رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية قال إن المنظومة منذ انطلاقها قبل خمس سنوات قدمت 17 مليون خدمة طبية 260 ألف عمليات جراحية كبرى وتم تسجيل 75% من المنشآت الطبية التابعة للهيئة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة مصر ستصبح قبلة العالم بسبب هذا المشروع وستستعيد ريادتها في تقديم الخدمات الصحية بجهود أبنائها يعني في مؤشرات إيجابية هو دكتور ما رأيك ما هو الحقيقة لما نجي نأخذ الموضوع الأرض الواقع والحقيقة أنني تناولت هذا الموضوع من حال من ثلاث محاول الثلاث محاول اللي هم الطبيب المريض القانون الطبع وليح التنفيذية في مايو 2018 في خلال 15 سنة هيغطى ست مراحل لجميع المحافظات مفوض هذا العام نكون في المرحلة التانية نكون خلصنا الأولى وبدأنا نخلص في التانية لهو لسا في الأولى مش في أولى ده في محافظتين فقط يعني الدكتور المدير التنفيذي بتقول في نفس البيان اللي كان منصور من وزارة المالية أخشار ديسمبر ماضي إحنا غطينا حتى الآن 2.7 مليون مواطن يعني من المصف 104 مليون يعني 2.5% فقط من السكان بعد 5 سنين يبقى يغطل 100 مليون على كم سنة قدامه شقة من 42 سنة على مغطي الباقي في التوقيت الزمن حسب القانون فشل في تلك النقطة نقطة التانية موضوع الأطباء لما قلنا في موضوع تقرير النقاب الأطباء وتمريد وسيدلة إن في مشاكل عند الأطباء لما لقى عندنا في شهر ديسمبر 22 يعني من شهر يطلع عندنا نايب في البرلمان عن لقصر يقول إن المشروع الطبغة جزئيا في محافظة لقصر عندنا مركز اللي هو الزينية لم يتطبق فيه دسلت وحدات محلية في مشاكل في إسنة لما ينزل استبيان في جلسة لعرض مشاكل المواطنية المحافظ يقولوا عندنا خط ساخر ما بيردش علينا عندنا طول الانتظار عندنا مشاكل في الأدوية الأمراض المزمنة عندنا مشاكل في الطوارئ الأطباء مش موجودين بكسرة يبقى إذا الأمراض أيضا يشتكي من القانون في محافظة مثالية زي الأسر لما يطلع عندنا وزين من اللي يقول إنه بيحق وفورات وعنده إرادات وعنده استثمارات يبقى إذا حول المشروع التأمين الصحي التكاكولي الخدمي إلى مشروع اقتصادي ربحي يجب إلى الربح أو إلى الربحية وأي الربحية هتيجي منين هتيجي من دوب المواطنين يبقى إذا أصبح أدر مشروع بنا على المواطنين وإذا لخدمة المواطنين كما تبين في القانون عندما صدر شكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق كنت رائفين عبر سكاين ترجمة نانسي قنقر